في الجزء الأول طبعاً يعني كل حديث الأهلوية عن مباريات الدوري النادي الأهلي السنة دي ما شاء الله بيحقق العلامة الكاملة للحظة اللي أنا بكلم حضراتكو فيها منذ انطلاق الموسم النادي الأهلي أخد بطولة السوبر أمام الزمالك بعد كده أخدنا بطولة السوبر أمام بيراميدز أخدنا بطولة الكاس أمام بيراميدز وكمان بطولة أفريقيا البطولة المحببة لكل جماهير النادي الأهلي رغم صعوبتها لكن جماهير النادي الأهلي كان ليها دور مهم جداً بكرة عندنا إن شاء الله مباراة مهمة جداً أمام النادي الإسماعيلي ولما بنقول مباريات الأهلي والإسماعيلي دايماً بنتكلم عن الكرة الحلوة بنتكلم عن الندية بنتكلم عن مباريات قوية برغم ظروف الإسماعيلي وما يمر به خلال الفترة الماضية الإسماعيلي في ترتيب الجدوى المثابة الدوري في المركز الثلاثاشر آه بيعاني من صعوبات واجه صعوبات الموسم السابق والموسم الحالي 34 نقطة لسه في مرحلة خطورة علشان كده مباراة بكرة مباراة مهمة جداً النادي الأهلي بيبحث عن بطولة الدوري البطولة المحببة لديه البطولة الغائبة منذ سنتين عن قلعة الجزيرة قلعة البطولات علشان كده بكرة النادي الأهلي عنده دوافع كبيرة جداً زي ما احنا شايفين ده جزء من تدريبات النادي الأهلي نادي الأهلي يسافر النهاردة اسكندرية علشان المباراة بكرة إن شاء الله في برج العرب النادي الأهلي عنده ماتشين قادمين مهمين جداً بكرة أمام الإسماعيلي ويوم الأحد أمام الاتحاد أو يوم السبت أمام الاتحاد السكندري مباراتين مهمين جداً يكون الماتشين إن شاء الله في برج العرب إدارة النادي الأهلي وفرت اوتوبسات علشان جماهير النادي الأهلي تكون متواجدة بكرة في المباراة الاتوبساتها تتحرك بكرة إن شاء الله الساعة الواحدة ظهرا الشروط اللي قالوا عليها وياريت ننزل على صفحة النادي الأهلي الخبر اللي نزلوا صفحة رسمية للنادي الأهلي وكانوا بيقولوا إن بكرة إن شاء الله فيه اوتوبسات أيضا الجماهير اللي هتروح لازم تكون معاك التذكرة بتاعتك وأيضا الفان ايدي انا بقول الكلام ده ليه علشان الهدف بتاعنا كلنا هو ده الخبر زي ما احنا شافينه قدام حضراته اوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الاهلي الى الاسكندرية الاربعاء ينظم النادي الاهلي رحلات مجانية لجماهيره الى مدينة الاسكندرية يوم الاربعاء المقبل لموازرة الفريق الاول لكرة القدم في مباراته امام الاسماعيلي التي سوف تقام بملعب برج العرب في بطولة الدوري يبدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الثانية عشر ظهرا امام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد على ان تتحرك لتوسات الالاسكندرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا يستوجب اصطحاب كل مشجع على وتسكرة المباراة بطاقة الفان اي دي الخاصة به كما يحضر اصطحاب اي ادوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمشيئات سواء اثناء الصفر او خلال المباراة احنا جماهير النادي الاهلي هدفنا واحد ادارة النادي الاهلي عارف اهمية جمهورها عارف ان جمهور النادي الاهلي رقم واحد علشان كده كان فيه مبادرة تواجده الجمهور وبسهل على جمهوري ان شاء الله يكون متواجد في المباراة بالعدد الكامل بتاعي بكرا ان شاء الله